بعد إذنك أقرأ من إنجيل يحنى إصحاح 20 من آية 28 أجاب تومى وقال له ربي وإلهي قال له يسوع لأنك رأيتني يا تومى آمنت توب للذين آمنوا ولم يروا وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقط كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه طبعا هذا أكيد ملخص بشارة يحنى إنجيل الإيمان والإيمان بيسوع المسيح ابن الله عندما ذهب فيليبوس وتكلم مع خصي الحبشة أو طلب أنه يعتمد قال له إن كنت تؤمن أن يسوع ابن الله يجوز فإذا الإيمان بالمسيح ابن الله تفضل شاركنا بالأفكار الأخيرة يعني عايز أقول خلاصة الكلام بتاعنا النهاردة أن المسيح هو ابن الإنسان نعم بنسبة 100% وهو جاء كابن الإنسان بجسده ليذهب إلى الصليب ويصنع بنفسه تطهيرا لخطيان لكن هو ليس مجرد ابن الإنسان هو ابن الله وابن الله المعنى البسيط الذي شرحناه هو الوحيد المعلن لله والمعادل لله والنائب والممثل ما تحمل لنا هذه الكلمات من معنى إيماني تتوقف أو حياتي تتوقف على الاعتراف أن المسيح هو ابن الله يعني أنا أكس أمامه باعتباره ابن الله أقبله ربا ومخلصا باعتباره ابن الله إيماني به باعتباره ابن الله زي ما قاله أتوم ربي وإلهي هو الوسيلة الوحيدة التي تعطيني حياة أبدي ربما البعض يعجب بشخص المسيح المعلم المصلح ويعتبر أنه أشرف خلق الله لكن ينكر عنه الألوهية إيمانه نائص ربما واحد يقر أن المسيح أعظم من عمل معجزات على وجه الأرض وينفي أنه مات وصلب وقام إيمانه نائص فالإيمان الوحيد السليم في شخص المسيح أنه الله ظهر في الجسد هو ابن الله وهو الذي مات على الصليب وقام بقوة حياة لا تزول وليس بأحد غيره الخلاص اشتركوا في القناة